تعليمية وأحدث الوسائل التكنولوجية معنا تحقق التميز التفوق فتابعونا أعزائي طلبة الصف الخامس من المدارس الفنية المتقدمة قسم السيارات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة بمبرمجنا التعليمية وبديتنا مادة تكنولوجيا تخصصية والنهاردة إن شاء الله بإذن الله معدنا مع بعض الجزء الخاص أو الفرق الخاص بدراسة كهرباء السيارات كنا على مدار حلقات سابقة كنا بدأنا في الجزء الخاص بالكهرباء وتحت عنوان وسائل الأمن والراحة الخاصة طبعا بسيارات كنا في الحلقات السابقة استعرضنا بعض وسائل الأمان والراحة التي تبقى متوفرة في السيارات الحديثة وطبعا الغرض منها الحفاظ على أرواح الركاب السيارات النهاردة إن شاء الله بإذن الله معدنا مع بعض مع جزء هام جدا من وسائل الأمان الموجودة على السيارات الحديثة وهو عبار عندي عن الوسادة الهوائية قبل ما أخش في دراسة هذا الجزء الهام جدا الخاص براحة وطبعا الأساس هنا أمان الراكب طبعا إحنا عارفين من قوانين الحركة إن كل جسم يحتفظ بحالته من سكون أو حركة طالما ما أصرتش عليه قوة خارجية بمعنى إن الجسم هيفضل ساكن طالما إن ما فيش قوة خارجية جات أصرت على حالته غيرته من حالة السكون إلى حالة الحركة أيضا كل جسم متحرك فهو يفضل في حالة حركة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تؤثر من حالته من الحركة إلى السكون دي طبعا اللي هي كان درسناها في تحت أنوان قوانين نيوتن أيضا بيقول لي إن كل جسم يحتفظ بحالته من سكون أو حركة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية طيب بالنسبة عندي لراكب السيارة طبعا أنا لو أنا هنقول موضوع ببساطة جدا علشان نفهم الجزء ده مدى أهميته طبعا بالنسبة لراكب السيارة لو أنا راكب عربية والعربية بتنطلق طبعا بسرعة لو حصل إن حصل تصادم سواء ما هندرسه طبعا سواء من الأمام أو من الخلف أو حتى عند هندرسه أو هقوله ببساطة جدا أو عند حالة استخدام فرامل فجائية عنيفة أو شديدة طبعا أنا بجري بسا بالعربية على سبيل المثال على سرعة 100 كم في الساعة في خطر قدامي فاستخدمت الفرامل فطبعا فبيصل عجلة تقصيرية بزمن قصير جدا طبعا أنا كراكب داخل إليه السيارة فأنا مكتسب حركة إليه لحركة السيارة بمجرد إن أنا بضغط على بدال الفرامل طبعا إحنا عارفين فيه حاجة اسمها قوة القصور الإيه الذاتي يعني الجسم العربية بيقف وعشان أنا مكتسب حركة السيارة فبلاقي إن الراكب بيطلع لإيه لقدام بقوة الدفع الإيه الذاتي أو قوة القصور الإيه الذاتي طبعا ده في حالة الإيه الفرمالة طب في حالة التصادم وحالة التصادم ما هي إلا حالة فرمالة ولكن طبعا هنضيف عليها لها ممكن يحصل تصادم من الأمام يعني أنا عملت حادثة لقدر الله مثلا دخلت فيه في سيارة من الإيه من الخلف أو في سيارة دخلت فيه من الخلف أو على سبيل المثال أنا دخلت في حاجز أمامي وأنا منطلق بسرعة عليها طبعا في السيارات الإيه القديمة أو اللي هي السيارات التقليدية أو اللي هي السيارات اللي ما يكونش فيها وسائل إيه أمام طبعا في الحالة دي بلاء اللي بتأثر بالحالة دي جدا اللي هو قائد المركبة أو قائد الإيه السيارة ليه؟ أننا نتيجة أننا كسائق أو قائد المركبة أنا قاعد إيدي على عجلة الإيه القيادة في حالة الفرمالة زي ملتلك أننا بكتسب قوة قصور ذاتعة إيه كبيرة جدا فده بيخليني أننا أطلع لقدام وطبعا عجلة القيادة قدامي فممكن أننا أتأثر بها أيضا نتيجة الإيه الاستصادم من أو التصادم اللي حصل فيه مقدمة الإيه السيارة طبعا كل الأجزاء دي بترجع للإيه للخلف فبيحصل أن ممكن عجلة القيادة ممكن تأثر على طبعا القفص الصدري بالنسبة للإيه للسيارة فطبعا دي كانت مشكلة بدأ أنه هو يعالج في الحكاية دي السيارة القديمة كان عبارة عندي أن عجلة القيادة متصلة بجهاز الإيه التوجيه أو بعلبة الإيه القيادة عن طريق بار أو عن طريق عمود بسميه عمود الإيه القيادة طبعا كل ده كان بتقدم الأمام فكان بيأثر على منطقة القفص الصدري للإيه السائق وكان بتحصل حالات يعني لا قدر الله بتبقى يعني عنيفة أو شيء فبعد أنه هو علشان يقلل من تأثير تصادم عجلة القيادة بالإيه السائق خلي عمود القيادة زي مدرسنا قبل كده بقاش حتة واحدة لا ممكن على حتتين بشكل مبصلة يعني عمل تعديل في شكل عمود القيادة عشان يقلل من تصادم عجلة القيادة بقفص الصدري بالنسبة لقائد الإيه المركبة طبعا زي ما احنا عارفين بالإضافة لتأمين الإيه السائق أنه هو عمل حزام الإيه الأمام وحزام الإيه يمنعه من التقدم إلى الإمام في حالة الإيه الفرمال العنيفة أو عند طبعا زي ما تلك التصادم من الإيه الأمام أيضا كان بتقابلني برضو مشكلة بالنسبة لقائد الإيه المركبة حتى في حالة الإيه التصادم من الإمام أو عند حدوث فرمال العنيفة زي ما قلت لك أنه هو بيكتسب قوة قصوص ذاتي عالية جدا فبلاحظ أو هم صوروا طبعا الحالات دي على دمي مصممة علشان يقيس مدى تأثير الإيه الحوادث على قائد الإيه المركبة أيضا لقيت أن السواق في الحالة دي نتيجة قوة قصور الذاتي فاللي بيحصل أن السواق بتقدم إلى الأمام رأسه بيتميل كده لقدام وعد كده بيرتد بعنف جدا دي وراء فده بيأثر على الفقرات بتاعة الإيه العنق وممكن تسبب لقدر الله كسر للفقرات العنق وممكن تسبب الإيه الوفاء في بعض الحالات الإيه الفرام العنيفة أو لو اتصادم من الإيه الأمام أو من الإيه الخلف ولذلك هو صمم لهو مخضع الرأس أو لهو بنسميه بالإيه في العامية لهو إيه مسند الإيه الرأس يعني مسند الإيه الرأس ده مش معمول لمجرد هو طبعا معمول لراحة السائق بالإضافة إلى أمان الإيه السائق أو أمان راكب الإيه السيارة طبعا يبقى احنا كده في السائرات حتى التقليدية إنه هو زود الإيه المقاعد بمصد للرأس وأيضا لهي هزام الإيه الأمام بالنسبة بقى للسائرات الحديثة زودها كمان أو أضاف عليها لهي الأكياس الإيه الهوائية أو لبنق عليها الوسائد الإيه الهوائية طيب يبقى إذن عنوان الرئيس بتاعنا النهاردة تحت عنوان الوسائد الهوائية ده اللي هنبدأ به إن شاء الله بإذن الله الحلقة بتاعيتها الفيلم اللي هو أنت شايفينه بسيط جدا ده قادي سيارة هنا قادي تصادم الأمام لو تلاحظ أنا عاوزك بس تلاحظ حركة الإيه السائق قادي الجزء اللي احنا قلت لك عليه اللي هو حصل هنا إن السائق هنا تقدم ليه الأمام طبعا هنا في عندي عجلة الكيادة فده كان بيحصل تصادم عنيف جدا ما بين عجلة الكيادة وبين القفص الصدر ليه الإيه السائق الوسادة الهوائية زي ما هندري في الوقتي هي عبارة عندي عن إيه ويفي الفكرة بتاعتها عبارة عندي عن إيه قادي طبعا زي ما قلت لك قبل كده إن الصور دي مش موجودة عندي في الكتاب الإيه المدرسي ولكن إحنا بنستعين زي ما قلت لك ببعض الصور ملونة علشان نفهم الموضوع يعني إن شاء الله بإذن الله يعني بكيفية يمكن بنساعد هنا بالفيديوهات والصور علشان أفهم الجزء ده شغال إزاي الجزء اللي احنا بنتكلم عليه عبارة عندي أو زي ما هنشوفه إن شاء الله بإذن الله مع بعض عبارة عندي قادي عجلة الإيه الكيادة أهي قادي عجلة الكيادة اللي احنا شايفينه أو اللي بشار عليه بالسهم ده اللي هو ياخد اللون الأبيض ده ده عبارة عندي عن وسادة هوئية بتطبق أو بتم تطبيقها أو ترتبها بشكل معين زي ما احنا شايفين اهو تمام في عندي هنا عبارة عندي عن منفاخ هنقول منفاخ ده عبارة عندي عن إيه المنفاخ ده متصل هنا بمستشار الإيه التصادم أو حساس لإيه التصادم الفكرة إن أنا عندي مستشار التصادم ده ممكن يكون فيه يعني لو أنا بكلم لو حصل تصادم لقدر الله من الأمام بحط مستشار لإيه التصادم مستشار التصادم ده عوما بيحصل تصادم من الإيه الأمام بيدي إشارة الإشارة دي اللي عبارة عندي زي مفاجر هنشوفه طول الوقت مع بعض المفاجر ده بينتج عنده غاز الغاز ده بيملى الوسادة الهوئية عشان تبقى حاجز ما بين عجلة القيادة وقائد المركبة زي ما شفناه في الفيديو الإيه السابق آدي الشكل بتاعي أول ما بيحصل تصادم عندي السنسور أو لو مستشار أو حساس التصادم تمام بيدي أمر أو بيدي معلومة لوحد التحكم ووحد التحكم بنق عليه بتشغل النظام اللي احنا هنشوفه طلوقتي مع بعض الجزء ده اللي احنا شايفينه اللي هو غاز الإيه النيتروجين طبعا غاز النيتروجين من الغازات طبعا لازم يكون يتوفر فيها عن غازات خاملة تمام لا تشتعل ولا تساعد عليه الاشتعال أيضا لا ينتج عنها اختناق عند استنشاق هذه الإيه الغازات تبقى تملى الإيه الوسادة الإيه الهوئية طبعا الوسادة الهوئية دي بتتملي في زمن زمن شوفته لاته هنقرأ مع بعض في زمن صغير جدا جزء من ملي متر من ملي سانية تمام الغاز ده بيملى الوسادة الهوئية الوسادة الهوئية دي بتبقى زي ما قلتلك حاجز ما بين طبعا الساق وعجلة القيادة طيب الغاز ده بيتم توليده ازاي ايه دي اللي انا قلتلك عبارة عندي اللي هو بتسميه المفجر او لهو الجزء اللي بيحصل فيه عملية الاتفاعل طبعا الفكرة هنا اننا ما عنديش يعني مثلا في العربيات خزان الخزان ده فيه غاز نيتروجين تمام غاز النيتروجين ده اللي موجود في الخزان مش بمصول مثلا بالاكياس الهوئية والوسادة الهوئية وبستخدمه عند الحاكلة ده هو عبارة عندي داخل هذا الجزء اللي احنا عرضينه على الشاشة عبارة عندي عن مادتين اللي هو زوى ازيد الايه السوديوم تمام يعني فيه مادتين المادتين دول لما بيتفاعلوا مع بعض بيتولد عنهم غاز الغاز ده طبعا التفاعل ده بيتم في زمن قصير جدا صغار جدا جدا هذا الغاز اللي هو غاز الناتروجين اللي هو الناتج عن تفاعل المادتين الكاميرتين الموجودين داخل الايه هذا الخزان او هذا الايه المفجر تمام بياخد الغاز ده بوديه للايه الوسادة لو ايه بيتم ملقها طبعا بالزمن وصير جدا جدا علشان اعمل زي ما قلتلك عازل ما بين عجلة القيادة وقائد الايه المركبة في نفس الوقت هذا الغاز طبعا لازم ان هو بيملى الانستوانة بسرعة او بيملى الكيس الايه بسرعة جدا جدا وفي نفس الوقت بعد زمن قصير جدا بيتم تفريغ الايه الوسادة لو ايه من الايه الغاز تمام يبقى اذا اقدر اقول ان الوسادة لو ايه هي عبارة عندي كما لو كان ان انا بعمل عازل بعمل عازل ما بين عجلة الايه القيادة وقائد الايه المركبة زي ما قلتلك او شرفتلك في بداية الحلقة ان ممكن في السيارات التقليدية او لا هي عدم السيارات الغير مزودة بالوسادة لو ايه ممكن بيحصل ايه طيب تعال نشوف كده مع بعض الجزء اللي هو التى التاني او هنتكلم عليه اللي هو تعريف بقى الوسادة الايه الهوائية ده الجزء اللي موجود عندي في المذاكرة او في الكتاب طبعا احنا عملنا له مقدمة لشان نفهم الموضوع لما نيجي نقرأه مع بعض بيقول لي ان الوسادة الهوائية هي اكياس من النيلون يعني مش كيز بلاستيك ولكن بيصنع من مادة الايه النيلون يتم نفخها بالغاز لحماية السائق والركاب وهنشوف يعني الكلام ده هنشوفه مع بعض في حالة حدوث استضغم امامي للسيارة وتصبح بعد الامتلاء على شكل وسادة مارينة فتمنع ارتطام جسم السائق او الراكب باجزاء السيارة الايه الاماميين قبل ما سيب الشريحة دي او الجزء ده او التعليق ده فيه تعليق بسيط جدا عاوزين نقوله طبعا بالنسبة عندي لقائد الايه المركبة هو قدامه او بيحجزه عجلة الايه القيادة ولكن في المقابل لو حصل تصادم ما بين الراكب وما بين عجلة القيادة ده ممكن بتأثر على الايه القفص الصدري بتاعه وهنا احب انوه مدى اهمية او العمل ايه حزام الامان مع الوسادة الايه الهوائية يعني لو انا قلت ان انا كمالك مركبة او قائد مركبة او قائد سيارة التزمت بحزام الامان في حالة حدوث الايه للتصادم تمام فالاقل ان انا الحزام الامان بيخليني ان انا ما تقدمش او باقترب من الايه عجلة الايه القيادة طيب في حالة الحادثة العنيفة اه ممكن في الصلاة القديمة اذا قلت لك ان الايه التصميم بتاع عجلة القيادة ممكن كل بجزء نتيجة التصادم الامان ممكن كان الديركسيون او لعجلة القيادة بتخش حتى بتوصل انها ممكن تاخد الراكب بالكرسي وترجع الوراء ولكن المشكلة كمان في حاجة يعني قلت لك حتى في لو ما حصلش لو قدر الله تصادم انا هتكلم هنا مدى ارتباط لان النقطة دي افسارات الحديثة عمتا يعني عشان تعرفوا فسارات الحديثة التلاتة مربطين مع بعض عندي لو ايه تمام كده لو مغدع الايه الرأس بالاضافة لهزام الايه الامان بالاضافة للوسادة الايه الهوائية بس الموضوع ده مهم جدا في سارات الحديثة تلاتة دول مرتبطين مع بعض على كنترول يونت طبعا بمعنى انا هتكلم مش كمان يعني كقائد سيارة ولا ولكن هتكلم كمان على الراكب الايه اللي قدامي حتى لو قدر الله ما حصلش حدثة ولكن وانا بجرب على سرعة عالية جدا حصل فرمالة عنيفة فحطوا زي ما قلتلك دمي في بعض السهرات ودي بس الماء سهرات الاختبار بالدمي اللي ايه للاختبار لقوا ان الحركة زي ما قلتلك لو انا مش مستخدم حزام الامان تمام ممكن في حالة الفرمالة عنيفة جدا بيلحظوا ان ممكن الراكب اللي جنب السائق ممكن يطلع من الزجاج الامامي ويتنطر او يطلع برة العربية ويبقى في مقدمة العربية يعني في حالة الفرمالة عنيفة جدا وزي ما قلتلك راكب يعني مكتسب قوة قصور ذاته عالية جدا ممكن يطلع من الزجاج الامامي ويبقى امام الايه السيارة طبعا لو فيه حزام امان حزام الامان هيمنعه انه هو من الارتطام او حتى الارتطام بلايه بالزجاج الامام الايه السيارة او حتى بتبلوء الايه السيارة زي ما قلت لك في حالة حتى الفرامي العنيفة جدا إن حركة الإيه الراكب بتقدم إلى الأمام كده وبيرجع بعمف كده لو ما فيش حاجة تسند الرأس بيوم حركة بيوم عامل زي بيوم عامل كده 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 في الحركة دي دي ممكن بتأثر على الإيه فقرات الإيه عنق الإيه الراكب وممكن تسبب له لقدر الله مشكلة في الإيه العنق علشان كده أحافظ على الإيه الراكب إن أنا حطط له مغضع للإيه للراس حتى لو طلع كده وطلع شايفين الحركة إزاي ما حصلش دي الحركة دي ممكن تأثر على فقرات الإيه العنق لا أنا ممكن يحصل إيه بيحصل كده لكن لما بيجي يطلع يرجع لورا في عندي هنا مصد الإيه لراكب ببقى كده مع الحزام مع الإيه المصد طب بالإضافة ممكن ده كده الراكب طب ممكن نتيجة البقاء في التصادم ممكن التبلوء يطلع إيه يطلع لقدامه يحصل التصادم ما بين مثلا الإيه تبلوء السرع وعجرة القيادة بنسبة للإيه للقائد المركبة والراكب اللي هو القائد المركبة والراكب اللي في الكرسي الأمامي لا أنا ممكن أعمل عازل ما بينهم بالوسادة الإيه الهوائية وزي ما قلت لك قبل كده في بعض الأنظمة في نظام مشهور جدا اسمه نظام إبيا نظام إبيا ده لو هو لو أنت يعني حصل أن الكمبيوتر بتاعك استشر أن أنت داخل في مرحلة الإيه الحادثة فممكن هو إيه في الحالة دي يبقى مشادد الحزام عليك لو أنت منكب الحزام يعني يوم شادد إيه الحزام عليك تمام يوم كمان أعدلك إيه مغضع الرأس تمام ويبدأ أنه هو يعني ينفخ كمان إيه الوسادة الهوائية وعلى قد ما بيقدر أنه هو بيقلل من فرص حدوث إصابات خطيرة بالنسبة لقائد المركبة أو ركاب إصارة عامة طيب نرجع تاني لجزء اللي احنا كنا بنقرأه أنه مهم جدا أنه نفهم النظام ده بل أن الوسادة الهوائية هي أكاس من النيلون يتم نفخها بالغاز لحماية الساق والراكب أو الركاب في حالة حدوث اصطدام أمامي للسيارة وتصبح بعد الامتلاء على شكل وسادة مرنة فتمنع ارتطام جسم الساق أو الراكب بالأجزاء السيارة الأمامية طيب نجي ننتقل مع بعض هذه الوسادة الهوائية ده يعني تصوير بطيء جدا لشكل الوسادة لما بتيجي تطلع من مكانها طبعا بالنسبة هنتكلم تلوقتي الاماكن بتاعتها قادي شكل الوسادة الهوائية وده الصور اللي احنا أعرضناه في بداية الحلقة بتوريني كيفية الحصول على هذا الشكل الاماكن اللي قدامي ده تلوقتي قادي شكل الوسادة الهوائية بعد عملت نفخها طبعا تصوير ده تصوير بطيء جدا عشان بس يوريك كيفية حدوث او تكوين الوسادة الهوائية طيب ليه جي نتكلم على مكونات منظومة الوسائل الهوائية المنظومة ده بتتكون من ايه اول حاجة يتكون نظام من اللي حساس الاستضام لو زي ما شفناه في الصور اللي احنا عرضناه في بداية اله الحلقة حساس الاستضام هو الذي يغلق الدائرة عند حدوث تصادم امامي قوي هو يعني بيتكلم على و خلي بالك ان هو بيتكلم هنا على اقل نظام للوسادة الهوائية يعني اقل نظام او يعني اقل عربية فيها نظام وسادة الهوائية اللي هو الوسادة الهوائية الموجودة في عجلة الانهków تمام؟ احنا بنتكلم هنا طلوقتي تقريبا على الحاجة يعني طلوقتي في الصلاة الحديثة بقى موجود في الامام و موجود وسادة الهوائية لال gnاء؟ للمقاعد الخلفية بالإضافة لموجود وسائد هوائية اللي فيه أجناب السيارة يبقى أول حاجة المكونات عندي حساس التصادم وهو لازي يغلق الدائرة عندي حدوث تصادم قوي قولتلك الدائرة دي عبارة عندي البيانوة بيشد بيدي إشارة للكنترول لونيت الكنترول لونيت بيدي إشارة للمشغل وعبارة عندي أنه هو بيعمل التفاعل ما بين المادتين الكيميتين اللي احنا هنشوفهم مع بعض بعد كده في عندي حساس بسميه حساس الأمان ويوجد داخل السرع لمنع امتلاء الوسادة على سبيل الخطأ يعني الجزء ده مهم جدا أو الحساس ده بيبقى مهم جدا في بعض الحالات ممكن أنه خاصة لو أنا شغال مثلا فيه أو بعمل صيانة لأنظمة التوجيه وخاصة فيه عجلة الكيادة قبل ما اشتغل فيه عجلة الكيادة أو بعمل فيها أي صيانة يعني أو بعمل عملة إصلاح فأنا ممكن أعطل النظام من خلال هذا الحساس أيضا عندي فيه يبقى كده فيه حساس الأساسي حساس اللي هو التصادم هيبقى اشارة لوحدة التحكم وقول لي وحدة التحكم التي تعمل على تشغيل النظام وعطاء أمر النفخ في حالة التصادم طب النفخ ده هيتم إزاي اللي احنا قلنا أنه عبارة عندي ناتج الغزل ناتج عن تفاعل مادتين بعد كده فيه عندي طبعا اللي هو المشغل وهنا بقول لي وحدة الوسائل الوسائد الهوائية وتكون فيه منتصف عجلة القيادة وتحتوي على واللاعة ما شيء اللي هو بقول لي على المفجر أو اللي هي بتدي إشارة أو بتدي شرارة ما شيء الشرارة دي اللي هي بتعمل على تفاعل المادتين اللي موجودة داخل وحدة الوسائل التفاعل دي بنتج عنه غاز اللي هو بسمي عبارة عندي الغاز ده هو اللي بيملى الوسائد الهوائي طيب عمل اللي هي النظام النظام ده هيشتغل إزاي تعال نشوف كده مع بعض بقول لي عنده حدوث استضام أمامي قوي تكون شدة الاستضامة